اهلا وسهلا في المرتين في هذا الدرس هنبدأ نتعلم عن النوتز تفاصيل اكثر وكيف نتعامل معها في الدرس الاول اتعلمنا انواع النوتز بعدين اتعلمنا الفاريبلز الان انا اتعمت اني اخر هذا الدرس بعد الفاريبلز عشان رح نستخدم الفاريبلز في المدخلات طيب الان كل نوت لها قيم موجود جواتها اما تعطي معلومات وكيف ن発سل عليها المعلومات take daily check انا متى في الاوامر الزرقاء الاوامر الجاهزة تصبح تصبح которую ب كل النوت اللون هم أحمر لابد يكون لهم إكسيكيوشن بين لازم في منهم مخرج تشغيل كل اللون هم أحمر لهم مخرج تشغيل هذه مرة ثانية بكية ممتاز طيب بتلاحظ كمان انه في الحال الحمراء كمان تلاقي احيانا في داتا تستخرج من جواتها داتا الآن ايش هي 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 الداتا وكيف نتعامل معها هذا روح نفهمه الآن ممتاز احنا لاحظنا فهمنا الآن إلى اللحظة هذه عرفنا الاكسيكيوشن بين انها موجود دهاما في الأحمر في الـ Event node وعرفنا كمان في الأزرق انه في عنا معلومات وممكن يكون في عنا الاكسيكيوشن بين موصل عليها وعرفنا انه في الحال الخضرة في عنا بس نستخرج معلومات ممتاز طيب الآن لو انا بدي اوصل variables تعلمنا احنا مجموعة variables في دروس الماضية الآن لو بدي اجيب انا الـ Vector و بدي اوصله لو انا بدي اوصله على location بوافق ليش؟ لانه لو انت لاحظت او ايش هضي لونها اصفر واشر عليها تحت كلمة location مكتوب فيكتور لان في المربع اللي طالع هاد مكتوب تحت location فيكتور فانا بقدر اوصل الـ Vector دائما على الـ Vector بهاي الطريقة انا صارت النودة اللي هون تغيرت القيم اللي جواتها بالقيمة الموجود جوه فيكتور طيب راح اوضح اكثر انا ايش بدي اوصل لك معلومة لكن خليني قبل ما اشرح خليني استأجرب بس الـ Vector على الـ Rotator لاحظ ما قبل سحبته بقولك هذا النوع من الـ Variable is not compatible يعني لا يتوافق مع هذا النوع فانا ما بقدر اوصل الـ Vector مع Rotator بس بقدر اوصل الـ Rotator مع Rotator لا يوجد أي مشكلة ممتاز الشيء من الـ Vector مع بولين فدائما لاحظ انت حسب اللون بتقدر توصل في حال الزرق اية تفاصيل مختلفة لون الى الازرق لا يمكن انكون Actor ممكن ان يكون Character فانت حال الزرق لها حسب النوع المكتوب قدامها وحسب النوع اللي بتوافق عليه ممتاز جدا 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 التEstroy اوضح بوليان هل بقدر اوصل الى لها انتجر ؟ لا بقدر اوصل الى انتجر بقدر اوصل اليها أو تمكن فوقها القصد من كل الي انا بشرحه انك انت دائما لازم تكون تسوي مدخلات على النود تدخل عليها قيام متوافقة مع القيم الي الي يبداها يعني هذا شبك يقول لك هنا فيكتور يعني لازم يعطيه فيكتور هنا بده الروتيتور يعني تعطيه الروتيتور هنا فيكتور تعطيه فيكتور هنا بوليان وهكذا لكل أنواع النود الي انت بتوصل عليها طيب الآن انا لكل هذا الكلام الي شوحته له هدف ايش هو انا سويت هذي النود اسمها يعني بتنتج بخار شرار نيران في مكان معين انت بتحدده طيب بس ايش الفكرة من النود اللي من الجهة اليسار هذي الاشياء اللي بتوصلها من هاي الجهة بتغير على نفس النود يعني انت هاي النود الى قيم القيم الدجوات هاي هي يعني انت بتعطيها قيم تغير من محتواها هو اوكي بنتج طيب وان انتاج بتقوله بديك تنتج هذا الانتاج في هذا المكان بديك تسوي له الروتاشن في هذا المكان بديك تكابل تغير الحجم بهذا الخيار فانت بتغير على كل القيم الداخلة لهاي النود من الجهة اليسار وبتسحب معلومات اضافية من الجهة اليسار فانت بتغير على النود وبتسحب معلوماتها من الجهة اليسار وهذا نفس الاشي من طبقه على play sound 2d بتدخل صناع الصوت من هاي الجهة وبعدين بيصير ويشتغل بعد أن تكمل الأوامر تبعيتك في هذه الحالة اللي هون بتدخل القيم بتستخرج القيم من هون فبصير أنت دائما بتدخل من اليسار وتستخرج من اليمين هاي مهم جداً في كتير ناس بقول لك أنا مش فاهم شيء اللي بصير هون لا بكل بساطة اعرف أن القيم اللي موجود في اليسار بتغير على المعلومات اللي خاصة بالنود نفسها أنا ممكن صعب أشرح بس مني هذا إشي مخطير جداً أنك تفهم أنه من اليسار أنت بتغير في القيم ومن اليمين أنت بتأخذ القيم اللي بتطلع من هذه النود نفسها ممتاز جداً جداً لاحظ أنت في الحال الخطرة دائما أنت بتأخذ معلومات دائما تسحب معلومات دائما تسحب معلومات فانت تأخذ هي معلومات هون بسيطة تأخذ معلومات بسيطة لكن النود الخطرة دائما بتعطي معلومات وما إلها execution bin ما إلها خيوط تنفيذ أوامر ما بتجري توصل معها تنفيذ أوامر في الحال الحمرة اللي هي event nodes كل الإفنت وحكينا إلى execution bin بس ما بدخل عليها بخرج منها دائما بتخرج منها قيم للإفنت نود دائما بتخرج منها قيم other actor هي نفسها other actor هاي بتقدر كمان تأخذ منها hit location يعني هاي event hit عند التصادم وين بصير التصادم تأخذ منها معلومات من نفس النود فأنا بهذا الدرس أنا شرحت لك الآن كيف نستخدم المعلومات وكيف نعدل على النود طيب خلينا نسوي تجربة الآن أنت مثلا هون عندك النود ديبوغ بدك تستخدم character الشخصية تبيتنا بدنا نشغلها ونسوي ونتفرج على النود تبيتنا كيف تتحرك بدي أتعلم على إشيء اسمه debugging أشوف الأشياء اللي بتشتغل والشياء اللي ما بتشتغل خلينا نشغل الآن لاحظ ما في عندي أي شيء هون وما في عندي أي شيء هون لكن إذا أنا بختار من هون blueprint third person character بضغط عليها لاحظ الآن إيش عمل لي؟ الشخصية هون تتحركوا كل الأمور تمام لكن فيه هون قيم تتحركوا أشياء طب خلينا نسوي بس تجربة event tick بدي أقوله print string ممتاز القيمة اللي بديها يطبعها خليه يطبع لي delta time delta second يعني الوقت ممتاز الآن لازم في كل tick في كل frame بتعرض الشاشة اللي هو أنا عندي 60 frame حاليا لازم في كل ثانية يعرض 60 رقم تمام خلينا نشغل الآن لاحظ الأرقام بتطلع هون هاي الأرقام وشوف هون كما بمشي الأوامر قاعد بورجينا كيف تشتغل الأوامر ممتاز جدا 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 الآن عرفنا كيف نسوي بق في هذ الدرس عرفنا كمان كيف نتعدل عن النود وفهمنا كيف نوصل معها وعرفنا شو يعني نود بنت من الجه اليسار وبنت من الجه اليمين الاقيم من الجه اليمين قلنا بتستخرج قيم من الجه اليسار تستقبل قيم فبتعدل على قيمة النود نفسها هيك نكون ننتهى هال الدرس بشوفك الدرس هاي بعده يالله في أمان الله ما السلام